الجزء الاولاني يا اولاد المفروض ان احنا خلصنا فيه اول 3 units دلوقتي هنبتدي نكمل مع بعض باقي الاجزاء طبعا المفروض فيه عندنا unit 4 المودال verbs فيه unit 5 الأفعال المدبوعة بيتو الانفانتف والفيربان جي فيه فيه unit 6 الكاظتف ولكن فيه وسط الشرح انا هدخلك حاجات برضو انت مطالب بها في الامتحان عشان لو شفتها ما بقاش عندك فيه مشكلة من القواعد اللي بتبقى موجودة في الامتحان ومحتاجين ان احنا نركز فيها قاعد الاف او الاف conditionals لازم نراجع عليهم قواعد اف طيب بصة سي بالنسبة لقواعد اف احنا عندنا ديها اربع حالات ركز في واحدة واحدة معي حضرتك عندك اول حالة خالص اللي اسمها zero conditional zero conditional يولاد اللي هي الحالة الصفرية والحالة الصفرية اللي انت بتعبر فيها عن facts حقيق تعبر فيها عن habits حاجات بتحصل بينما نسبة مية في المية حقيقة زي ما احنا عارفين العلاقة دايما بتبقى ما بين العبارتين الورا اف علاقة سبب بنتيجة الورا اف ده بيتسمى الاف اللي هو بيبقى فيه سبب والجزء التاني اللي هو جواب الشرط زي ما انتو بتقوله العربي او زي ما احنا بنسميه عندنا الكونسيكوانس كلوز ده بيبقى جواب الشرط ده بيبقى نتيجة للسبب يعني حضرتك لو سخمت المية ايه النتيجة هتغلي لو خلطت اللون الابيض باللون الاحمر ايه النتيجة اديك اللون ال pink فالعلاقة في حالة اف علاقة سبب بنتيجة طيب لما بتكون النتيجة هتحصل بنسبة مية في المية لما السبب يحصل يبقى دي اسمها زي وبما ان انت بتعبر فيها عن فاكس في البرزنت وشيء ثابت متكرر فبتستخدم فزي ما نقول اما لو جواب الشرط اللي هو الجزء التاني هيحصل بنسبة تسعين في المية يعني مش مية في المية لا هو احتمال يحصل لان انت بتعبر عن future probability يعني future probability احتمالية في المستقبل يعني احتمال ان الحاجة دي هتحصل ان شاء الله ففي الوقت ده حضرتك استخدم if او ما يساويها وما يساويها هنا زي as long as as so long as provided اللي هي بمعنى بشرط ان او شريطة ان providing تمام كده in case ومعاهم on condition that اللي هي بمعنى بشرط بقول تاني الروابط اللي بتساوي if في الفرست conditional في الحالة الاولى if بتساوي as long as so long as provided providing in case on condition that كل دول بيجي عراهم present symbol okay وبعد كده will will infinitive لو فيه subject طب لو مفيش subject يبقى order تمام طيب واحدة واحدة if he plays the match لو لعب المباراة اللي هيحصل he will score a goal سيحرز هدف طيب if you meet عمر لو قابلت عمر tell him ده المقصود بالorder قول له to call me ماشي كده الكلام يبقى if zero if present symbol present symbol حقائق if الحالة الاولى future probability احتمالية في المستقبل if present symbol وبعد كده will will infinitive أو ممكن يكون order طيب بالنسبة لقاعدة if الحالة التانية انت بتعبر عن الرغبة تمام في الحاضر if لو يعني افتراض unreal situation موقف غير حقيقي فلو بتعبر عن حاجة نفسك تحصل في present في المضارع فبتستخدم past symbol جواب الشرط بيكون would will infinitive بداء if في الحالة التانية اللي بيجي وراهم جملة كاملة close عادية بيبقى عندنا if وفي suppose كمان supposing وعندنا imagine اللي هي بمعنى تخيل وبيجي وراها past symbol would will infinitive if play the match well now لو لعب كويس دلوقتي he would score a goal معنى كده ان he doesn't play well so he doesn't score a goal اما الحالة التالتة اللي هي افتراض مخالف للي حصل في الباست يعني انت مذاكرتش كويس فما جبتش درجات حلوة ففي الوقت دوت بتقول ايه لو كنت ذكرت كنت جبت افتراض مخالف للواقع بتقبر فيه عن الندم الواقع اللي حصل فين في الباست اف ماضي تام would have تصريف التالت if he had play the match well yesterday he would have scored a goal كان هيحرز هدف طيب ده بالنسبة للقاعد الاساسية اي مدى البرب فيه الحالة التانية اي مدى البرب فيه البرب حالة الثالثة وهنا عندي شوية كلام هقولهولك فركز معايا إف ليها بدائل إف ليها يا بابا بدائل البدائل بتاع إف دي عندنا شود شود كبديلة لإف بتنزل مكان إف في الحالة الأولى والحالة التانية طيب شود بيجي وراها الفعل في الانفنتب وسواء حطيت will أو would تمام؟ مشغال لأن شود بتيجي مكان إف زي ما قلت لك في الحالة الأولى والتانية بدل ما أقول إف بلايز وال وان شود هي بلاي وال طب لو قلت إف بلايه دول هي وود وان يبقى شود هي بلاي بردو وان لأن شود بتستخدم كبديلة في إف الحالة الأولى والإيه والتانية خلاص؟ فانت ركز should he play the match he will score a goal طيب بالنسبة لبداء الإف في الحالة الثانية في عندنا where where ممكن تبقى بديلة لإف في الحالة الثانية لو الجملة زي كده if he played well he would win هنا انت حضرتك if he played where مش فعل رئيسي فعشان كده لما تجي تستخدم where هتبقى where he to play well هي قريبة من شود على فكرة يعني بيجي قراءة المصدر بس شود بيجي المصدر من غير to if he plays should he play إنما where لازم بتحط 2 قبل الإنفنتر if he played well where he to play well if he went to the cinema where he to go to the cinema where he to play the match he would score a goal أما لو where فعل رئيسي في الجملة زي if i were a doctor انا لو كنت طبيب i would help you بتشيل if وتعمل inversion فتبقى where are you a doctor لو كنت طبيب i would help you حلو كده يبقى where لها كمحالة 2 should لها كمحالة 2 should بتستخدم كبديلة لف في الحالة الأولى والتانية if he played should he play if he played should he play برضو اللي بيميز لك well طيب where بتستخدم كبديلة if في الحالة الكام التانية if he played well were he to play well if he went early were he to go early إنما الأول فعل رئيسي if i were a doctor where are you a doctor if i were reach where i reach كمان عندنا had had بتستخدم كبديلة لف في الحالة التانية والتالتة إزاي لو الجملة في الحالة التانية had فعل رئيسي if i had a car i would arrive early مثلا تمام i would arrive early اصطب if i had a car had a car if i had a villa had a villa if i had money had i money أما في الحالة التالتة اللي هي if was perfect ودهاف التصريف التالت بدل ما تقول if he had played well لو كان لعب كويس he would have won اتصطب اغف وتعمل ماس if he had played well if he had played well had he played well if he had gone had he gone had he played the match he would have scored a goal دي الحالة التالتة إنما هنا had i a car كان أصلها if i had a car حالة التالية i would give you a left طيب ده بالنسبة لقواعد if وخد بالك من نقطة أنا عاوز أقول لك عليها مهمة أو حضرتك عندك if he takes the medicine لو أخذ الدواء he will recover حل؟ الجملة اللي قدام دي if he takes the medicine الجملة دي اكتف ولا باسف؟ لا الجملة دي اكتف كويس في حالة اسمها close reduction حسف أو تقليل العبارة لو الجملة اكتف زي الجملة دي يعني الفاعل هو اللي بيقوم بالفعل if he takes the medicine ممكن أشطب he وأشطب takes وأشطب وأشطب الverb وبحط بدالهم وبحط i if taking the medicine he will recover أو taking the medicine he will recover إنما لو جملة passive كده if the medicine is taken in regular doses لو الدواء تم تعطي بقرعات منتظمة كده will recover في الوقت ده حضرتك أشطب الobject أشطب كمان verb to be وتسيب التصريف التالي تبقى if taken in regular doses يبقى لو الجملة اكتف هتشيل الفاعل والفاعل وتحط مكانه معين مجيه لو الجملة passive بتشيل المفعول وبتشيل وبتسيب التصريف التالي خلي بالك عشان ده ممكن يقبلك وانت شغال وتحل طيب ده كان بسرعة سكان على قاعدة if عشان لو قبلتك بس برضو في نقطة مهمة فكرك بها في قاعدة if احنا عندنا in case of بديلة لقاعدة if بي قراءة فريز يعني بدا المقول if I study in case of studying if I have a study plan in case of having a study plan حل؟ انما عندنا without بدون but for بدون والاتنين دول بي قراءة فريز من الاخر يعني فريز من الاخر without studying hard without the hard study without the bad weather but for the bad weather but for your advice وهنا without but for اللي بمعنى بيدون بيسويهم حكتين في حاجة اسمها if it weren't for وباين جدا ان بي قراءة فباين جي لأنها بص سمبل if it weren't for your efforts لو لجهودك I would fail في الحالة التالتة تبقى if it hadn't been for لو لا جهودك برضو بيجراها verbi energy أو noun عندنا انكسف بمعنى في حالة اللي بمعنى اللي بمعنى بدون اللي بيسوي if not أو unless is لم اللي بيجوا في الحالة الأولى والتانية والتالتة إنما if for for لما تلاقي ودها في التصريف التالي طيب ده اللي يخص قاعدة f بسرعة حاجات تبقى ثبتة في دماغك اشتركوا في القناة